السلام عليكم اهلا وسهلا بكم في كباشي جانا انها هفضل هنعمل مع بعض شنطة للمصيف او للبح شكلها حلو قوي وجديدة لسه نازلت فند هنمشي مع بعض خطوة بخطوة ان شاء الله تعجبك الخروط المستخدمة انها هستخدم معها لونين اللون البني واللون الفاتح اللي اتنين من بيور مقامية قط وكمان هستخدم جزء بسيط من الخيط اللي هو الحبيب ده شايفه نحيف جدا ده اللي هستخدم انه كمية بسيطة جدا وهستخدم معهم ابرا رقم اربعة يلا بينا نبدأ بس قبل ما نبدأ يا ريت تدعمينا بلايك وشيره لو جديدة معنا تشتركوا في القناة وتفعال الجرس عشان يوصل لكل جديد ان شاء الله نبدأ بسم الله اول حاجة هعملها الدايرة السحبية بلف الخيتين كده على على صوابعي شايفها الخيت الدهبي مع الخيت البني بعد كده بخلع الحلقة من ايدي اوبرا بتفع واحد اتنين تلاتة تلات سلاسل ودولة هعتبرهم اول عمود معي في الدور الاول اللف عالبة من نفس الفراغ هاخد العمودة الثانية والثالث وبربع والخامس والسادس والسابع والثامن اشتغلت ثماني عمود بشد الخيت كده بالشكل ده هيبقى عندي نص دايرة مش هقفل الدايرة هيبقى عندي نص دايرة بالشكل ده وده كده الدور الاول بعد كده باب تفع واحد اتنين تلاتة سلسلة وده هعتبر اول عمود معي في الدور الثاني وهالف الشور لفع الابراء في نفس المكان يعني في اول عمود هيخد العمود الثاني وكده انا اشتغلت الاول تزايد لفع الابراء العمود الثاني هاوده تزايد يعني اتنين عمود في نفس العمود واحد اتنين لفع الابراء العمود الثالث هاوده تزايد يعني اتنين عمود في نفس العمود العمود الاول العمود الثاني يبقى الدور الثاني كله عندي 8 عمدان هاشتغلهم كلهم تزايد هيصبح عندي في الدور الثاني 16 عمود هخلص الدور الثاني ونرجع في بداية الدور الثالث وانا كده وصلت لنهاية الدور الثاني اصبح عندي 16 عمود بلف بعد كده بابتفع واحد اتنين تلاتة سلسلة وهلف الشور وهعتبر ان ده اول عمود معي في الدور الثالث لفع الابراء وفي نفس المكان باخد العمود الثاني يبقى انا اشتغلت اول عمود تزايد لفع الابراء العمود الثاني هاشتغل فيه عمود واحد يبقى العمود الاول اشتغلته تزايد العمود الثاني اشتغلته عمود واحد العمود الثالث هاشتغله تزايد يعني اتنين عمود في نفس المكان واحد اتنين العمود افرابع هارضه عمود واحد يبقى احنا النمط اللي ماشيين به عمود هنارضه تزايد عمود هنارضه فردي عمود هنارضه تزايد عمود هنشتغله فردي في نهاية الدور الثالث هيصبح عندنا 24 عمود هشتغل الدور الثالث ونرجع في بداية الدور الرابع وانا كده وصلت لنهاية الدور الثالث اصبح عندي 24 عمود بعد كده برتفع واحد اتنين ثلاثة وده هتبقى اول عمود معي في الدور الرابع وهلف الشغل لفع الابا وعلى نفس العمود هشتغل عمود يبقى انا اول عمود اخدته تزايد اتنين عمود في نفس العمود لفع الابا العمود الثاني هشتغله عمود واحد العمود الثالث هشتغله عمود واحد العمود رابع هشتغله تزايد يعني اتنين عمود في نفس العمود واحد اتنين العمود الخامس هشتغله عمود واحد العمود السادس هشتري العمود واحد العمود السابع هردو تزايد يعني اتنين عمود في نفس العمود العمود الاول العمود التاني في نفس المكان يبقى النمط اللي هنمشي بيه عمود بنردو تزايد اتنين عمود بناخدهم فردي هنجي في نهاية الدور الرابع هنلاقي عندنا اتنين وثلاثين عمود ونرجع تاني انا كده خلصت الدور الرابع اصبح عندي اتنين وثلاثين عمود بعد كده بابتفع واحد اتنين تلاتة سلسلة وباليف الشول وبعتبر ان ده اول عمود معي في الدور الخامس لفع الابا وفي نفس المكان باخد العمود التاني وكده انا اشتغلت اول عمود تزايد لفع الابا العمود التاني هشتغله عمود واحد لفع الابا العمود التالت هشتغله عمود واحد لفع الابا العمود بابا هشتغله عمود واحد العمود الخامس هشتغله تزايد يعني اتنين عمود في نفس العمود العمود الاول العمود التاني وهو ده النمط اللي هنمشي به في الدور الخامس يبقى اول عمود اخدناه تزايد بعد كده اشتغلنا تلات عمدان وربعض كل عمود في عمود واحد يعني فابدي بعد كده اشتغلنا عمود تزايد هنبقى نشتغل تلاتة فابدي عمود تزايد تلاتة فابدي هنجي في نهاية الدور الخامس المفروض يبقى عندنا اربعين عمود بلف هنا بجع تاني انا كده وصلت لنهاية الدور الخامس اصبح عندي اربعين عمود بعد كده باب دفع واحد اتنين تلاتة سلسلة وهلف الشول وده هعتبر اول عمود معايا في الدور السادس لفع الابع في نفس المكان هشتغل عمود لفع العمود الاول اخدته تزايد لفع الابع العمود التاني هشتغل عمود واحد العمود الثالث هشتغل عمود واحد العمود الرابع هشتغل عمود واحد العمود الخامس هشتغل عمود واحد العمود السادس هشتغله تزايد يدعون اثنان عمود في نفس العمود الأول والثاني في نفس المكان يبقى النمط التي سيتم به اول عمود سوف نتزايد بعد ذلك سوف نتزايد 4 عمودين جنبا كل عمود فوقي عمود يعني اربعة فردة بعد ذلك نتزايد اربعة فردة يبقى عندنا في نهاية الدور السادس 48 عمود و نتزايد اخر أنا كده وصلت لنهاية الدور السادس أصبح عندي 48 عمود أنا هنا عايز أدخل اللون الثاني في العمود الأخير ما بشتغلهوش للنهاية يعني باخد لفع الإبع وبأسحب الخيط من سلسلة الارتفاع الأخيرة دي بيبقى عندي 3 لفات على الإبع لفع الإبع بخرب من حلقتين بيتبقى عندي حلقتين مش بكمل العمود بسيب الخيط بقى لنا قصادة بحيث أننا أدخل الخيط الجديد وبسحب الخيط بشكل ده بعد كده ببتفع 1 2 3 سلسلة وده هعتبعه أول عمود في الدور السابع وباخد الخيط عشان أشتغل عليها لفع الإبع بفوت عمود العمود اللي بعده بشتغل عمود 3 سلسلة في نفس المكان عمود يعني اشتغلت حرف البي لفع الإبع بفوت عمود العمود اللي بعده بشتغل عمود لفع الإبع بفوت عمود العمود اللي بعده بشتغل حرف البي عمود سلسلة في نفس المكان بشتغل عمود بالشكل ده يبقى احنا عملنا ايه اشتغلنا سلسلة الابتفاع اللي هي كأنها عمود بعد كده فوتنا عمود من تحت أو غبزة من تحت واشتغلنا الغبزة اللي بعدها حرف البي بعد كده بدون سلاسل فوتنا عمود واشتغلنا العمود اللي بعده عمود واحد هنفوت عمود العمود اللي بعده حرف البي لفع الإبع لفع الإبع بفوت عمود العمود اللي بعده بشتغل عمود لفع الإبع بفوت عمود العمود اللي بعده بشتغل حرف البي اللي هي عمود سلسلة في نفس المكان عمود وهو ده النمط اللي هنمشي به يبقى مرة بنعمل حرف الفي ومرة بنشتغل عمود ما بين حرف الفي والعمود بنتيب غرزة أو بنتيب عمود همشي بنفس النمط ده لنهاية الدور السابع ونبقى في بداية الدور الثامن أنا كده قربت أوصل لنهاية الدور السابع آخر حاجة عملتها حرف الفي بعد كده لفها الإباء بفوض غرزة الأكيبة اللي هي بتبقى سلسلة الإبتفاع بيدخل بها فيها بالشكل ده وبسحب الخيط وباخد عمود كده قفلت الدور أصبح عندي كام حرف الفي لو احنا عدينا حرف الفي ديت هيتلع عندي 12 حرف الفي عشان تبقى شوك تتأكد ان هو مصبوط حرف الفي ديت هتلاقيهم 12 حرف للفي بعد كده بفتفع واحد اتنين ثلاثة سلسلة وهليف الشوك وده هاعتبر أول عمود معي في الدور الثامن لفها على الإباء من داخل حرف الفي هاخد عمود والتاني سلسلة من نفس المكان بشتجل اتنين عمود العمود الأول العمود العمود الثاني يعني من داخل حرف الفي اشتجل تصدفه اتنين عمود سلسلة واحدة اتنين عمود لفها على الإباء شايف العمود ده من خلفه بالشكل ده هاشتجل عمود خلفي لفها على الإباء من داخل حرف الفي باشتجل تصدفها اللي هي اتنين عمود سلسلة واحدة اتنين عمود العمود الأول لفها على الإباء العمود اللي بعد حرف الفي شايفها بدخل من خلفه بالشكل ده وبسحب الخيط وباخد عمود خلفي لفها على الإباء من داخل حرف الفي باشتجل تصدفه اتنين عمود سلسلة واحدة اتنين عمود لفها على الإباء العمود اللي بعد حرف الفي بدخل من خلفه بالشكل ده وباخد عمود خلفي وهو ده النمط اللي هنمشي بيه في الدور الثامن يبقى اول حاجة اشتجلنا صدفة من داخل حرف الفي بعد كده عمود خلفي صدفة عمود خلفي صدفة لحد نهاية الدور الثامن ونبجع تاني وانا كده قربت اوصل لنهاية الدور الثامن اشتجلت صدفة بعد كده لفها على الإباء وعلى آخر جبز اللي هي سلسلة الابتفاع بيدخل بالشكل ده وبسحب الخيط وباخد عمود كده انا خلصت الدور الثامن واحد اتنين ثلاثة سلسلة وباليف الشور وده هعتبر اول عمود معي في الدور التاسع لفها على الإباء انا عندي هنا صدفة الفراج بتاع السلسلة بادخل في الفراج بتاع الصدفة بالشكل ده وبسحب الخيط العمود الاول العمود التاني سلسلة واحدة اتنين عمود يعني داخل الصدفة اشتجلنا صدفة لفها على الإباء هنا العمود لما ضيبنا الشور الدور اللي فات كان خلفي لما ضيبنا الشور شايفها بقى وشه الناحية دي فهنشتجله أمامي يبقى دور هنشتجله خلفي ودور هنشتجله أمامي بعد كده لفها على الإباء على الفراج بتاع الصدفة هشتجل صدفة العمود الاول الثاني سلسلة واحدة من نفس الفراج بياخد اتنين عمود العمود الاول العمود الثاني لفها على الإباء العمود اللي بعد الصدفة هشتجله أمامي وهو ده النمط اللي هنمشي به في الدور التاسع يبقى الدور التاسع اشتجلنا ايه؟ اول فراج للصدفة اشتجلنا صدفة يبقى داخل الصدفة هتشتغل صدفة العمود هترديه أمامي داخل الصدفة صدفة عمود أمامي صدفة عمود أمامي هنمشي بنفس النمط لنهاية الدور التاسع ونبقى في بداية الدور العاشر على كده أربع تقفل الدور التاسع عملت الصدفة داخل الصدفة بعد كده في سلسلة الارتفاع اللي في الآخر باخد فيها آخر عمود كده أنا قفلت الدور التاسع بعد كده بابتفع واحد اتنين تلاتة سلسلة وهلف الشغل وده هنعتبر أول عمود معنا في الدور العاشر لفع الإبع من داخل الفراج بتاع الصدفة هشتغل أول عمود والتاني والتالت سلسلة واحدة تلاتة عمود يبقى الصدفة هنا اختلفت معنا شوية بدل ما كانت اتنين عمود سلسلة اتنين عمود أصبحت تلاتة عمود سلسلة تلاتة عمود بالشكل هذا لفع الإبع عندي العمود لما لفيت الشغل أصبح معي خلفي هارده خلفي بالشكل هذا يبقى دور بنارده خلفي ودور بنارده أمامي وعلى فراج بتاع الصدفة هشتغل صدفة اللي هي تلاتة عمود واحد اتنين تلاتة سلسلة لفع الإبع من نفس المكان باخد تلاتة عمود العمود الأول العمود الثاني العمود الثالث كده اشتغلت الصدفة داخل الصدفة لفع الإبع العمود هارده خلفي أرجع تاني أعمل صدفة يبقى الاختلاف الوحيد اللي حصل معنا في الصدفة إن احنا زودنا عمود الناحية دي وعمود الناحية دي يعني أصبحت عندنا تلاتة عمود سلسلة تلاتة عمود العمود بنرده خلفي الصدفة هنشتغل جواها صدفة لنهاية الدور يبقى صدفة الصدفة تلاتة عمود سلسلة تلاتة عمود عمود خلفي صدفة عمود خلفي لنهاية الدورب العاشر ونبجع في بداية الدورب اللحضاشر أنا كده أببت أقفل الدورب العاشر اشتجلت الصدفة لفع الإباء وفي سلسلة الإبتفاع بأخذ آخر عمود كده أفلنا الدورب العاشر واحد اثنين ثلاثة سلسلة وهلفي الشجل وده هاعتبه أول عمود معي في الدورب اللحضاشر لفع الإباء مع الفعاق بتاع الصدفة باشتجل صدفة العمود الأول العمود الثاني العمود الثالث سلسلة لفع الإباء من نفس المكان بأخذ ثلاثة عمود العمود الأول الثاني الثالث الثالث لفع الإباء عندي هنا العمود هارضه أمامي الدور اللي فات كنت بردو خلفي يبقى الدور ده بردو أمامي أرجع تاني وعلى الصدفة هشتجل صدفة ثلاثة عمود سلسلة ثلاثة عمود بعد كده عمود أمامي يبقى نفس النمط اللي مشينا به الدور العاشر الاختلاف الوحيد إن العمود الخلفي أصبح أمامي همشي لنهاية الدور اللي 11 ونرجع في بداية الدور اللي 12 أنا كده قرب بتقفل الدور اللي 11 اشتجل تآخب صدفة بعد كده لفع الإباء وفي سلسلة الإبتفاع بدخل وبسحب الخيط وباخد آكب عمود بعد كده بابتفع واحد اتنين ثلاثة سلسلة وبالف الشر وده هعتبر أول عمود معي في الدور اللي 12 الدور اللي 12 هيتغير معينا شكل الصدفة هنشتجل العمود الأول الثاني الثالث إبابة سلسلة واحدة دفع الإباء من نفس المكان بأخد عمود العمود الأول العمود الثاني الثالث ابا باء يبقى الصدفة عندنا اصبحت 4 عمود سلسلة 4 عمود لفع الإباء العمود حقده خلفي بالشكل هذا أبجع تاني الصدفة 4 عمود سلسلة 4 عمود عمود خلفي يبقى التجريب الوحيد اللي حصل معنا هنا ان الصدفة اصبحت 4 عمود سلسلة 4 عمود بدل تلاتة عمود سلسلة تلاتة عمود يبقى الدور الاثناشر هيمشي معايا كله كده اربع عمود سلسلة اربع عمود لعمود الخلفي هاردو خلفي صدفة عمود خلفي هخلص الدور الاثناشر بنفس الشكل ده ارجعتيني اشتغل الدور التلاتاشر هاشتغله الصدفة نفس العدد بس بدل العمود الخلفي هيبقى عمود امامي يبقى هي نفس الدور الاثناشر هاشتغل الدور التلاتاشر بس بدل العمود الخلفي هيبقى عمود امامي. هخلص الاثناشر والتلاتاشر ونرجع تاني. انا كده خلصت الدور التلاتاشر. بعد كده بابتفع واحد اتنين. تلاتة سلسلة هلف الشور. وده هعتبر اول عمود معي في الدور الاربعتاشر. لفع الابا من داخل فواج الصدفة. هشتجل اول عمود. الثاني. الثالث. ابابة. الخامس. خمسة عمود. واحد اتنين سلسلة. لفع الابا من نفس المكان باخد خمسة عمود. العمود الاول. الثاني. الثالث. البابة. الخامس. يبقى هنا الصدفة اتغيرت في عدد الامدة وعدد السلاسل. اصبح عندنا خمسة عمود بدل الاربعة. وكمان اتنين سلسلة بدل سلسلة واحدة. لفع الابا. وعندي هنا العمود باخده خلفي. بدخل من خلف الشغل بالشكل ده. بلف حوالين العمود. بخرج. اسحب الخيط. بعد كده باخد عمود خلفي. لفع الابا وعص صدفة هشتغل صدفة. اللي هي. خمسة عمود. العمود الاول. التيني. التالت. الابابة. الخامس. واحد اتنين سلسلة. من نفس المكان. بشتغل خمسة عمود. الاول. التيني. التالت. ابابة. الخامس. بالشكل ده. بعد كده لفع الابا. عندي هنا العمود. شايفة بدخل من الخلف بالشكل ده. وباسحب الخيط. وبياخد عمود خلفي. ابجع تاني اخد صدفة. وهو ده النمط اللي هنمشي بيه. لنهاية الدور. اللي هو 18. هخلص الدور اللي هو 18. وبنبقى في بداية الدور ال 15. انا كده خلصت الدور اللي هو 18. باخر حاجة اشتغلتها عمود في سلسلة الابتفاع. بعد كده. هبتفع سلسلة واحدة. وهلف الشوول. وعلى اول عمود على طول هاخد منزلكة. وكده اول بداية الدور ال 15. شايفها عمدان الصدفة. هاخد في كل عمود منزلكة. العمود الاول. التاني. التالت. الرابع. الخامس. بعد كده في الفراج بتاع الصدفة. هياخد منزلكة. كده انا ما اشتغلتش خالص في بداية الدور زي كل مرة. لا. اخدت منزلكة لحد الوسط بتاع الصدفة. بعد كده باشتغل واحد اتنين تلاية سلسلة. لفتين على الابتفاع. وعلى طول على العمود الامامي. هاخده عمود امامي بلفتين. اسحب الخيط. بعد كده لفة بخرج من حلقتين. في حلقتين. في حلقتين. وكده انا اشتغلت عمود بلفتين. بعد كده هاشتغل الصدفة التانية عادية خالص. اللي هي من فراج الصدفة. العمود الاول. العمود. التانية. العمود. التالت. البابع. الخامس. واحد اتنين سلسلة من نفس المكان. خمسة عمود. العمود الاول. التانية. التالت. عبابع. الخامس. بالشكلة. يبقى كده ما اشتغلناش في اول صدفة. بدأنا على طول من اول العمود. هنا والعمود هنا اخدناه بلفتين امامي. بعد كده الصدفة التانية. لفتين على العبا. وعلى عمود هارضو عمود امامي بلفتين. بعد كده لفا على الصدفة هاشتغلها صدفة. عمود امامي بلفتين صدفة هاشتغلها صدفة. لحد قبل النهاية بصدفة. مش هاشتغل الصدفة الاخيرة. هاشتغل لحد الصدفة ديت ونرجعها تاني. انا كده اشتغلت اخب عمود بلفتين امامي. هندي هنا اخب صدفة. مش هاشتغل اخب صدفة. لكن هاشتغل واحد اتنين تلاتة سلسلة. وعلى اخب صدفة بالشكل ده هاخد حشوة. وكده قفلت الدهب زي ما بدأتو بالزبط. سلسلة واحدة وهرف الشر. على اول جبزة للحشو. باخدها منزلقة. بعد كده عندي تلات سلاسل. باخد في كل سلسلة منزلقة. وديت بداية الدور. الستاشر. اللي بعدها منزلقة. واللي بعدها منزلقة. كده وصلت للعمود بلفتين هاخد من فوق العمود منزلقة. هنا عندي الصدفة فيها خمسة عمود هاخدهم كلهم منزلقة. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. الفرج بتاع الصدفة باخد في منزلقة. يبقى كده الدور اللي فات مشتغلناش في اول صدفة. المرة دي مش هنشتغل هنا في ثاني صدفة. بعد كده بشتغل واحد اتنين تلاتة سلسلة. لفتين هالقبرة. وعندي هنا العمود. هردوها عمود خلفي بلفتين. بخرج من حلقتين. فحلقتين. 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 هنا هنبدأ الشغل على طول من الصدفة دي. بس العدد بتاعنا هيدغاية. العمود الاول. الثاني. الثالث. الرابع. الخامس. السادس. بقى الست عمود. بدل خمسة. واحد اتنين سلسلة. من نفس المكان باخد ستة عمود. لعامود الاول. الثاني. sixth. ثالث رابع الخامس السادس بالشكل لفتين على الابا عمود خلفي ستة 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 عمود خلفي سنمشي بالنمط دلوقتي نزغر الصورة هنا بدأنا من الصدف الثالثة يبقى عندنا صدفتين مش هنشتغل فيهم الصدف الثالثة هنا وهنا هنقف برضو عند الصدف الثالثة دولة مش هنشتغل فيهم بالشكل هيدا كل دور بننزل واحدة من هنا واحدة من هنا نعمل تناقص للصدفات واحدة من هنا واحدة من هنا الدور بستة عشر هيبقى عندنا بدل العشب صدفات ثمان صدفات واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانين اخيرنا عند الثامنة اللي اتنين دولات لا يبقى الدور الستة عشر هيبقى عندنا ثمان صدفات هشتغل الثمان صدفات ونرجع ثاني انا كده ارباب تقفل الدور بستة عشر اشتغلت العمود بلفتين بعد كده باخد واحد اتنين ثلاثة سلسلة وهبروح على الصدفة هشتغل حشو كده قفلت الدور زي ما بدأته بعد كده سلسلة واحدة وهلف الشغل وهنبتدي الدور بسبعة عشر في الحشو هناخد منزلق بالشكل بعد كده عندي ثلاث سلاسل هاخد في الثلاث سلاسل منزلق السلسلة الاولى والثانية والثالثة والثالثة الرابعة الخمسة السente من داخل الفراج بتاع السادفه بقى يخد منزلكة كده وصلت للفراج بتاع السادفه يبقى مش هنشتجل في أول سادفه وليتاني سادفه هي تالت سادفه في الدويو السبع عشر يبقى كل دويو بننزل سادفه من النحيه دي وصادفه في النهاية بعد كده واحد اثنين ثلاثة سلسلة لفتين على الابرة وعلى عمود هاخد عمود امامي بلفتين بعد كده هاشتغل عادي لفة على الابرة ومن الفارق بتاع الصدفة باشتغل صدفة ستة عمود واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة واحد اثنين سلسلة من نفس المكان ستة عمود الاول الثاني الثالث البابة الثالث الفامس السادس بالشكل لفتين على الابرة وعلى عمود باخد عمود امامي بلفتين بخruck من حلقتين فحلقتين فحلقتين لفها على الابرة واحد اشتغل صدف ستة عمود اتنين سلسلة ستة عمود دعني امشي بنفس النمط ده في الدور السبعة عشر لحد قبل النهاية بتلات صدفات هنقف هنا يعني هنسيب تلات صدفات ونقف الرابعة ونرجع تاني انا كده قربت اقفل الدور السبعة عشر ماشتجلتش في التلاتة الاخرانيين واحد اتنين تلاتة اشتجلت العمود بلفتين هاشتجل واحد اتنين تلاتة سلسلة وعلى صدفة هاخد حشو كده قفلت الدور واصبح في الدور عندي ستة صدفات بادئ كده سلسلة وهلف الشغل وهنبتدي الدور التمنتاشر الحشو هاخد فيها منزلكة زي ما انتفقنا كل دور بننزل صدفة من البداية وصدفة في النهاية ما بنشتجها لعيش بعد كده عندي تلات سلاسل باخد فيه منزلكة واحد اتنين ثلاثة العمود بلفتين هاخد عليه منزلكة عندي ستة عمود بتوع الصدفة هاخد فيهم ستة منزلكة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخمسة الستة من داخل الفراج بتاع الصدفة هاخد منزلكة وكده وصلت لتصدفة رقم اربعة يعني واحد اتنين تلاتة الرابعة هي اللي هنبدأ فيها المرة دي واحد اتنين تلاتة سلسلة لفتين على الابرة وهذهب على العمود هاردو خلفي بلفتين لفة على الابرة وعلى الصدفة هاشتغلها صدفة ستة عمود اتنين سلسلة ستة عمود يعني مش هتتغير معانا حاج هنشتغل ستة عمود اتنين سلسلة ستة عمود بعد كده عمود بلفتين خلفي هنمشي بالشكل ده لحد قبل النهاية باربع صدفات يعني واحد اتنين تلاتة اربعة مش هنشتغل فيهم هنقف هنا قبل ربعة من النهاية هنقف هنا ونبجع تاني يعني كل اللي هنشتغلهم اربع صدفات ونبجع تاني انا كده قرب تقفل الدور التمنتاشر واحد اتنين تلاتة اربعة دي الصدفة اربعة اللي هنقفل فيها دلوقتي الدور باخد واحد اتنين تلاتة سلسلة وعلى الصدفة هياخد حشو كده قفلنا الدور التمنتاشر بالشكل ده واصبح عندنا شايفة واحد اتنين تلاتة اربعة يبقى اشتغلنا في الدور التمنتاشر اربع صدفات بس بعد كده بابتفع سلسلة بلف الشغل في الحشو باخد منزلقة عندي ثلاث سلاسل باخد فيهم منزلقة الأولى الثانية الثالثة العمود بلفتين هياخد عليه منزلقة عندي هنا ستة عمود هاخدهم منزلقة الأولى الثانية الثالثة اربعة الخمسة والستة من الفرق باخد منزلقة بعد كده برتفع واحد اتنين تلاتة سلسلة لفتين على الابرة وعلى عمود هاخدهم عمود امامي بلفتين بعد كده لفع الابرة وعد أتنك ستة عمود اتنين سلسلة ستة عمود عمود امامي بلفتين وبركاته 過去�� ثم دي يعني اجعل الحجاب مع هذا الابرة المترجم اصبحان دي صدفتين بس في الدور بعد صدفتين اشتجدنا العمود بلفتين امامي ثلاث سلاسل وقفتنا في الصدفة اللي بعدها بحشو كده خلصنا الوش بتاع شنطة وبنافس الطبيقة عملنا الضهر عشان نشبك الوش في الضهر ده ضهر الشورل وده ضهر الشورل الوش البره الوش هنا عشان هنشبك من على الوش عايزين نشبك من اول الصدفة دي لحد الصدفة دي هنشوف دلوقتي هنشبك ازاي مع بعض وهنعمل الاطار الخريجي ازاي هجيب الخيط الذهبي مع الخيط البني طبعا انت ممكن تعملي تشبكي بالنفس النوع من الخيط ده لو انت حبه اول خيط اللي احنا عملنا بيه جزئية في الاول زي ما تحبي هنا شايف اول عمود في الصدفة بدخل فيه بالشكل ده والصدفة اللي تحتيه في نفس المكان في اول عمود ونسحب الخيط بعد كده باخد سلسلة من نفس المكان هناخد حشو العمود اللي بعده تحت الحلقتين وهنا العمود التاني تحت الحلقتين وباخد الخيط البداية معي عشان اسبته وباخد حشو العمود رقم ثلاثة وهنا العمود رقم ثلاثة وباسحب الخيط وباخد حشو العمود بابا واللي تحت العمود بابا اخر حاجة العمود الخامس والعمود الخامس بالشكل ده بعد كده هيقبني الفراج بتاع الصدفة باخد فيه ورزة حشو الفراج بتاع الثلاث سلاسل من داخله بالشكل ده واللي تحت برضه من نفس المكان باخد اول ورزة حشو وتاني ورزة حشو وتالت ورزة حشو بالشكل ده العمود بلافتين بدخل في العمود بالشكل ده وهنا في العمود وباسحب الخيط وباخد ورزة حشو ارجعتين العمدان بتاع الصدفة في العمود الاول والعمود الاول التاني والتاني العمود التالت وهنا العمود التالت العمود بابا واللي تحتها العمود بابا يعني عمود قدام عمود هنا وصلنا للعمود الخامس واللي تحت هي العمود الخامس وباسحب الخيط وباخد حشو الفراج بتاع الصدفة باخد منه وبرزة حشو هيا باني فراج بتاع الثلاث سلاسل هاخد من داخل الفراج تلات ورس حشو الاولى والتانية والتالتة العمود بلافتين من داخل العمود وتحت من نفس المكان من داخل من فوق العمود باخد حشو وهو ده اللي هنشبك به بالشكل هذا الخامس عمود بتوع الصدفة قدام الخامس عمود بتوع الصدفة الفراج منه وبرزة حشو وبعد كده بنوصل للتلات سلاسل بناخد من داخل التلات سلاسل تلات ربز حشو فوق العمود وبرزة حشو ونبدأ نكره هنمشي بنفس النمط ده لحد ما نوصل لآخر صدفة في الدور اللي هي آخر عمود في الصدفة هنا ونرجع تاني انا كده شبكت الوش في الضهر بغرزة الحشو بالشكل ده وصلت الآخر صدفة من الناحية دي مش هقص الخيط لانها من الاطار اللي فوق بنفس نوعية الخيط بس كده الوش الوحده والضهب الوحده هنشير دلوقت هنشتجله مع بعض ازاي بعد ما اشتجلت آخر ربزة حشو في آخر عمود للصدفة بابتفع سلسلة لفع الابرة الفراج ده بتاع العمود بدخل في الفراج بالشكل ده وبسحب الخيط وبخرج من الثلاث خيوط مع بعض يعني باشتجل نص عمود واحد في نفس المكان باشتجل الثاني في نفس المكان باخد نص عمود الثالث يبقى في الفراج اشتجلت ثلاثة جبزة نص عمود اللفع الابرة في القفل اللي هضيت بتاع العمود بدخل وبسحب الخيط وباخد نص عمود لفع الابرة في الفراج باشتجل ثلاثة نص عمود واحد اتنين ثلاثة لفع الابرة في القفلة ديت باخد نص عمود في الفراج ثلاثة نص عمود واحد اتنين ثلاثة لفع الابرة في القفلة باخد نص عمود وهامشي بنفس الطريقة ديت بشكلتها الشنطة ديت يا جماعة بيتركب لها ايد خشب لاما مدوبة لاما مربعة الاد الخشب في المرحلة ديت بتسبتيها بنفس الغرز بتاعت النص عمود يعني هي المفروض حوار بيكل لوقت اماكن التزبيت بتاعتها اماكن التزبيت بتاعتها هتبقى هنا قبل اللون الجامع بتاع الوسط هتبقى هنا وهتبقى هي من الداخل وهتشتجلي عليها بالشكلة كأن ديت مثلا هي ديت القاعدة بتاعت الايد اللي هنركبها فانت هتشتجلي عليها من الداخل كده تدخلي من الفراج ده وتسحبي الخيط هنشوف مع بعض دلوقتي وده مثال طبعا يعني هنأتبر ديت الايد اللي هنسبتها الخشبية هتحطها بالشكل ده واحد اريد لفة هتدخلي شايفة تسحب الخيط وتريد نص عمود لفة على ايبة تنزلي تاني في نفس الفراج وتريد نص عمود هتلاقي نفسك بتشتجلي علي الايد مع الشول اها شايفة سبتناها مع الشول فديت كأنها الايد الخشبية الشنطة ديت بتبقى حلو قوي لو ركبت لها ايد من الناحية دي خشبية وسبتناها واحنا بنشتجل النص عمود والنحية التانية في نفس الاماكن قبل المنتصف وبعد المنتصف من هنا بتبقى كبيرة هنا وهنا هي بتبقى ايد كبيرة العامة مربعة العامة مدورة زي ما تحبي هي بتتركب من هنا ومن هنا بتشتجلي عليها تون منتي شغالة لكن عشان انا مش موجود معايا دلوقتي الايد الخشبية فهنعمل لها ايد من نفس الخيط وهنقور بيكو وهو فيكو ازاي هنعمل الايد من نفس الخيط دلوقتي هنكمل بقى بنفس النمط ده لفة على ايبة من داخل الفراج باخد تلاتة نص عمود واحد اتنين تلاتة لفة على ايبة من الافلة دي باخد نص عمود هشتجب بنفس الطبيقة دي هوصل الحد هنا ونبجع تاني انا كده وصلت لنهاية الجانب ده شايفها بلف الشنطة بالشكل ده وباخد لفة على ايبة على اول جبز على طول باخد نص عمود لفة على ايبة الفراج باخد فيه تلاتة نص عمود زي ما عملنا في وش الشنطة بالزبط واحد تلاتة في القفلة دي باخد نص عمود ونبدأ نشتغل نفس اللي اشتغلنا في الوش في الفراج تلاتة نص عمود في القفلة نص عمود لحد ما وصل لنهاية الجانب هنا ونبجع تاني انا كده وصلت لنهاية الجانب التاني وجانة تاني لوش الشنطة عشان نقفل في اول جبزة انا هنا شايفة انا اول جبزة اخدناها بروح هنا تحت الحلقتين بالشكل ده واصحب الخيط وياخد منزلقة كده انا قفلت الوش مع الضهر بالشكل ده وده شكلها من فوق اخر حاجة بقى هنعملها دلوقتي البيبرز البيبرز ده بقى هنعمله الاطراب حوالين الشنطة كلها يعني اللون البني ده كله هنلف بقى من تحت كده لحد هنا وبعدين نلف تاني في القطابة اللي فوق ده في الوش وفي الضهر بنفس الطبيقة اللي انا هقول لكم عليها دلوقتي بالشكل ده هنلف بقى في الجانب كده شايفها اول جبزة اللي اول باخد سلسلة على اول جبزة على طول بسحب الخيط وباخد حشو يبقى هشتغل حشو ايه؟ عكسية الجبزة اللي بعدها باشتغل حشو واللي بعدها بدخل وباسحب الخيط وباشتغل حشو السلسلة اللي بعدها بدخل وباسحب الخيط وباشتغل حشو اللي بعدها باخد حشو واللي بعدها باخد حشو واللي بعدها باشتجع الحشو يبقى في كل جبزة هاخد فيها حشوة عكسية هبعد اتكاموا عشان تشوفوا هنمشي ازاي شايف هنلف بقى كل اللي تحت ده لحد ما نوصل هنا لما نوصل هنا هنبدأ ناخد الوش الواحده ونمشي هنا حشوة عكسية بعد كده هنلف لحد ما نوصل للضح بتاع الشنطة برضو بالحشوة العكسية ونوصل هنا وناخد منزلقة وسلسلة ونقص الخيت وكده تبقى الشنطة معانا جاهزة على تركيب الايد على طول فاحنا هنمن الاتار ده ونرجع عشان نشوف الايد هنشتجالها ازاي انا كده اعملت الاطار بتاع شنطة شايفان الاطار بتاع الوابز بتاعت الحشوة المعكوسة خلت شكل الشنطة حلوة جدا ارتفاع الشنطة سبعة تلاتين سنتي طول الشنطة خمسين سنتي هي شنطة كبيرة زي ما انت شايفها للمصيف او الرحلات عشان لما تطلع رحلة او للمصيف مناسبة جدا هي نزلة جديدة لستايل بتاعها جديد قلنا كمان ازاي بيتركب لها الايد الخشبية بتتركب واحنا بنشتجل النص عمود من فوق وقلنا الاماكن بتاعت التركيب واحنا بنشتجل الاطار بتاع النص عمود لكن عشان انا ما عنديش الايد ديت وكمان ممكن تشتجللها ايدين للشنطة ايد هتتركب من هنا هنشوف دلوقتي مكان تركبها الايد هتتركب او الايد هتتركب طبعا بتخياطيها من الداخل من هنا ومن هنا والناحية التانية زيها الايد التانية من هنا ومن هنا وبتتعلق على الكتف هنشوف دلوقتي طريقة اه شجل ايد للشنطة مناسبة للشنطة ديت هنشوف دلوقتي هنشتجل هزاي اول حاجة هجيب انا مشتجل هنا بتلات خيوط الخيط البني وعلي الدهبي وهنا اللي هو القافي فانا هجيب تلات خيوط معابضة بالشكل ده وهجيب ابرة رقم سبعة وهاخد عقدة البداية بعد كده واحد اتنين تلاتة اربعة اربع سلاسل وبابتفع سلسلة بعد كده في ضحب السلسلة من الخلف بشتجل اول جبزة حشو الثانية الثالثة افبع يبقى اشتجلت اربع جبز حشو بالشكل ده بعد كده بابتفع سلسلة بلاف الشور بشتجل اول جبزة حشو لفه على الابة شايفة بدخل مكان الوبزة اللي انا وقف فيها بالشكل ده باخروج من الناحي الثانية اهو وباخد عمود امامي بالشكل ده لفها على الابة شايفها مكان الحشو هنا اهو وباخروج من الناحي التاني عشان اخد العمود التاني امامي ودي تالت جبزة اخير حاجة جبزة الحشو الاخيرة باخدها جبزة حشو سلسلة وبالف الشور وبياخد اربع جبز حشو في الاربع جبز الاولى الثانية الثالثة اربعة سلسلة وبالف الشور وباشتغل الدور الرابع اول جبزة باخدها حشو لفه على الابة شايفة لدي عمودين امامي العمود الاول لفه على الابة شايفة لدي عمود الامامي بحافظ عليهم عمودين امامي بعد كده سلسلة وبالف الشور اول جبزة على طول باخدها حشو لفه على الابة على العمود الامامي باخده عمود امامي العمود التاني باخده امامي الجبزة الاخيرة باخدها حشو بدأت تبان معنا ايد الشنطة بالشكل ده طبعا ممكن تعملها بلون واحد او البني والدهبي بس زي ما تحبي لكن انا حبيت احط فيها التلات الوان بتوع الشنطة دي بتوصلي بها لطول الايد اللي انتي محتاجاها هاحنا بنعمل اتنين ايد مش ايد واحدة الايد دي بتتركب فوش الشنطة بس من ناحية الداخل من هنا قبل الوسط وهنا بعد الوسط بتخيطيها خياطة عادية وفي ضحب الشنطة الايد التانية برده من داخل الشنطة قبل الوسط وبعد الوسط خياطة عادية بالابة والخياط او الخيط العادي خالص بس يكون اللون الشنطة بالشكل ده شنطة حلو قوي عملية سهلة في التنفيذ مش هتاخد معاك وقت خالص الشنطة دي اتاخدت مني سبعمية وخمسين جبام من الخيط متين وخمسين جبام من اللون البني خمسمية جبام من اللون الفاتح بما فيهم الايد يعني هي هتاخد سبعمية وخمسين جبام بما فيها الايد لكن اللون الده بيخدت حاجة بسيطة جدا يعني اقل من اشرة او عشرين جبام وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا النهر ده اتمنى الشرح كان واضح والشنطة عجبتك لو عجبتك يا بيت دعمينا بلايك وشيرب ولو جديد معنا تشتركي في القناة وتفعلك جواز عشان يوصل لك كل جديد ان شاء الله اشوفكم على خير في فيديو جديد